هذه هي ليف أو ورقة الشجر السيارة الكهربائية الجديدة التي أعلنت شركة نيسان أنها ستبدأ بإنتاجها في مصنعها بسندرلاند شمال إنجلترا السيارة الجديدة تعمل بالطاقة الكهربائية عن طريق بطاريات الليثيوم سيبدأ تشغيل خط الإنتاج عام 2013 في إطار مشروع لإنتاج السيارات تبلغ كلفة استثماراته نحو 642 مليون دولار كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الجديد 50 ألف سيارة سنويا ومن المتوقع أن يوفر مئات الوظائف وتقول شركة نيسان إن مشروع ليف سيكون الأول من نوعه في العالم لإنتاج كميات كبيرة من السيارات الصديقة للبيئة وذلك لانعدام انبعاث الغازات منها مصنع نيسان في سندرلاند هو أكبر مصانع السيارات في بريطانيا ويعمل فيه نحو 40 ألف شخص وينتج تقريبا ثلثة السيارات المصنعة في البلاد وستكون بريطانيا ثالثة دولة بعد اليابان والولايات المتحدة يتم فيها إنتاج السيارة الجديدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة